بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري هذه المرة الكرامة المهدوية من مدينة كربلاء من فتاة زينبية متعلقة بأهل البيت عليهم السلام وعائلتها معروفة في خدمة أهل البيت عليهم السلام تقول منذ نعومة أظفاري وأنا أتمنى بأن أكون طبيبة أتمنى بأن أدخل كلية الطب منذ نعومة أظفاري وكنت مشتهدة ومثابرة وشاطرة في جميع دروسي وكنت آتي بالدرجات المتميزة ويفرح أبي وأمي إلى غير ذلك حتى وصلت إلى مرحلة السادس الإعدادي وقلت بحمد الله عز وجل ها أنا أقترب من تحقيق حلمي وإذا أمي نتيجة مرض ألم بها في الشهر المرخص من قبل الوزارة لجعل الطالب يدرس خلاله قبل الامتحانات تمرض أمي مرضا لا يستطيع أحد أن يقوم بمداراتها أبدا من قبل إخوتي المتزوجين وأخوات المتزوجات فوقع الأمر علي صراحة قلت بأن هذه المرة مسؤولية كبيرة وأنا سأضحي ليس فقط في هذه السنة لا لا بل أضحي بعمري كله لأجل أمي دواؤها في أوقات معينة طعامها خاص تحتاج بأن أسندها للذهاب إلى الحمام إلى غير ذلك فانشغلت كثيرا بها على كل حال بدأت الامتحانات للسادس الأعدادي وقمت صراحة بتأجيلي درسين لأني لم أسيطر على الدراسة بالشكل الصحيح امتحنت الدور الثاني وأصبحت مكملة ورسبت ولم أستطع أن أحقق حلمي في دخول كلية الطب على كل حال تألمت كثيرا حزنت كثيرا بكيت كثيرا 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 وقلت سبحان الله الظاهر بأنه حلمي هذا سوف يبقى مجرد حلم لن يتحقق على أرض الواقع عدت في السنة الأخرى وثابرت مرة أخرى واشتهدت مرة أخرى وسبحان الله عندما وصل الشهر المراجعة للامتحانات وإذا بأبي ماذا يفعل يقوم ببيع البيت لأنه احتاج إلى مبلغ مالي قام ببيع البيت وشراء بيت آخر وتعرفون جيدا بأنه بيع البيت والذهاب إلى مكان آخر يعني ربما يطول الأمر من عشرة أيام إلى أسبوعين وأكثر ونحن في حالة فوضى عارمة جدا جدا وتغير يعني في البيت إلى بيت آخر تغير في الأجواء تغير في كل شيء وكذلك لم أستطع أن أدرس حتى أني في بعض الأحيان قلت بأن أبي لم يرعني في هذه القضية لم يراعي بأني طالب سادس أعدادي ولكن عذرته للظرف الذي قد مر به فباع البيت بسعر جيد واشترى بيتا لنا أقل من السعر لكي يستفيد من المال الباقي على كل حال لم يبقى بيني وبين الامتحانات إلا يعني عشرة أيام إلا عشرة أيام فقلت إن شاء الله هذه المرة سأعوض وهذه السنة الثانية ويعني لا بأس بأنه قد ذهبت بعض الأيام في مسألة نقلنا من بيت إلى بيت ولكن إن شاء الله سأسهر الليل وأواصل في النهار لكي أصل إلى الدرجات التي أريدها سبحان الله بمجرد أن ذهبنا إلى ذلك البيت ما مر يوما بعد التعب الشديد وإذا بأمي قد مرضت مرة أخرى وأخوتي يقولون نحن لا نستطيع لانشغالاتنا الكثيرة أخواتي كذلك تقول نحن منشغلات كثيرا بين وظيفة بين ربة بيت عيال كثيرون لديهم امتحانات إلى غير ذلك ماذا أفعل؟ وقع الأمر علي هنا خفت على حلومي هنا قلت إذا رسبت مرة أخرى سوف لن أستطيع نحقق حلومي بعد ذلك صراحة ذهبت إلى حرمي الإمام الحسين عليه السلام مع إحدى أخواتي مع زوجها وأحدى أخواتي ودخلت على مولاي الحسين عليه السلام بمجرد أن رأيت قبره الشريف أنا بكيت وقلت يا سيدي يا مولاي سبحان الله هاتان السنتان كأنهما مئتا سنة يمران بآلامهما وأحزانهما علي وكأني لا أستطيع أن أدخل إلى كلية الطب توسلت بالإمام الحسين عليه السلام أن يجد لي فرجا مما أنا فيه مما أنا فيه لا أستطيع أن أراعي أمي وأدرس وأمي هي المقدمة طبعا ولا أريد الشهادة ولكن حلم أتمنى بأن يتحقق بر الوالدين سبحان الله يسمع هذا الحوار الله يسمع هذا الحوار من هذه الفتاة الزينبية الطيبة الله سبحانه وتعالى مع بر الوالدين رضى الله سبحانه وتعالى في رضى الوالدين الله رضي عنها لأنها أرضت والدها وأرضت أمها على كل حال تقول رجعت إلى البيت وأنا أقلب وجالس عند أمي أقلب القنوات التلفزيونية الدينية وقعت عيني على أحدى القنوات وكان هناك سيدا جليلا من السادة المعروفين في مدينة كربلاء المقدسة وهو يتكلم عن أهل البيت عليه السلام وعن صاحب الزمان سلام الله عليه وأهمية قراءة دعاء الفرج لمولانا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام وذكر وقال بأن هناك قرابة تسعين فائدة في قراءة دعاء الفرج وبدأ يذكر تلك الفوائد التي ذكرها العلماء يعني رضوان الله عليهم وحفظ الباقين منهم وذكر الفوائد وقال منها قضاء الحاجة ومنها الشفاء والعافية ومنها الخير الوفير ومنها ومنها إلى غير ذلك فتعلق قلبي فورا وقلت بأن الله سبحانه وتعالى أرسل لي رسالة بأن علي أنا تعلق بأذيال صاحب الزمان سلام الله عليه فبدأت وأقرأ دعاء الفرج بلا حدود اللهم كل وليك الحجة بن الحسان في تلك الليلة بدأت وأقرأ هذا الدعاء بلا عدد أقرأه مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا ولكن ماذا بمجرد أن أعطيت الدواء لأمي وقمت بتنظيفي الغرفة إلى غير ذلك وأردت الذهاب إلى غرفتي بدأت بإقراءة دعاء الفرج ولكن ببكاء شديد بحسرات كبيرة على ما بذلت من جهد ومثابرة إلى غير ذلك لست بالكسولة ولكن الظرف لا يأتي معي توسلت كثيرا بصاحب الزمان وهو مسؤول أيضا من قبل الله سبحانه وتعالى على هذه الظروف يستطيع أن يقول للظرف البائس والتعيس بأن يبتعد عني في لحظة واحدة كلمح بالبصر أمره كما الله سبحانه وتعالى أعطاه من القدرة كن فيكون كن فيكون نمت وأنا جالسة متكئة على كرسي الدراسة التي الذي هو في غرفتي وأنا نمت وأنا جالسة على كرسي الدراسة وفي يدي المسبحة وأقرأ دعاء الفرج ومرة أنظر إلى كتبي وكيف وحاول أن أقرأ قدر الإمكان بسرعة لأجل الامتحانات لم يبقى عليها شيء فعندما غفوت سبحان الله رأيت فورا فورا طارق كأنما يطرق بابنا نزلت لأن غرفتي في الطابق الثاني تقول نزلت فورا أنا حاول أن أختصر القصة نزلت فورا وذهبت إلى الباب فتحت الباب بمجرد أن فتحت الباب وإذا بنور ساطح أضع يدي لدرجة على عيني لأن لا أستطيع أن أقاوم هذا النور وابتعدته فورا عن الباب وإذا بشاب مهيب جميل وسيم يدخل إلى بيتنا ويذهب إلى غرفة أمي بمجرد أن دخل إلى الغرفة كأنما الغرفة أضاءت بالأنوار الإلهية وكذلك تعطرت بالمسك والعنبر وبمجرد أن رفع يديه عند أمي إلى الله سبحانه وتعالى رأيت أمي فورا جلست فورا جلست ودبت فيها العافية وكأنها لم يكن فيها شيء وبعد ذلك ذهب ونظر إلي بنظرة الرحمة نظرة الرحمة وخرج من البيت في هذه الحالة وأنا استيقظت من غفوتي هذه ذهبت إلى أمي تقول وسبحان الله وتقسم بالله بأنه في هذه الغرفة التي فيها أمي في هذه الغرفة شممت رائحة طيبة زكية جدا ورأيت أمي نائمة ولكن وجهها مرتاح عكس ما في كل مرة عكس ما في كل مرة أراه متعبا مرتاح جدا مرتاح وعلمت أن صاحب الزمان عليه السلام قد دعا لها بالشفاء وبدأت أرجع إلى درسي لقراءته وثابرت عند الصباح سبحان الله في صلاة الفجر وإذا بأمي تجلس وكأنها لم يكن فيها شيء أبدا وهي مستغربة وتقول سبحان الله ربما هذا الدواء في هذه الفاعلية السريعة وأبي كذلك تعجب من الأمر لأنه كان ينام في غرفة أخرى نتيجة بأني كنت أعتني بأمي في كثير من أوقات الليل عند صلاة الفجر أخبرت أبي وإذا بي أنا أبكي بسرعة وأخبرتها بهذه الرؤية التي رأيتها فدمعت عيناها وقالت يا ابنتي والله أنا راضي عنك وأبوك كذلك راضي عنك جزاك الله خير الجزاء وأنا من كل قلبي أتمنى بأن تأخذ الدرجات الجيدة لدخول كلية الطب يعني تقول يا أستاذ أمين تصور دعاء صاحب الزمان مع دعاء رضى الوالدين كيف لا أصل إلى ما أريد وتقول سبحان الله بهذه الأيام القليلة وكأن جميع هذه المواد الدراسية التي قرأتها يعني نقشت في بالي نقشا كالنقش على الحجر ذهبت إلى الامتحانات وأديت الامتحانات بأحسن صورة وأتيت بالدرجات المتميزة يعني قرابة تسعة وتسعين وأكثر يعني ثمانية أعشار إلى سبعة أعشار ودخلت كلية الطب بكل جدارة وفرحت بأن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل صاحب الزمان ودعاء الفرج الذي كررته كثيرا بلا عداد تحقق حلمي الذي تصورت بأنه سوف يبقى حلما برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام